مطوب منك عدة أشياء رقم واحد خلي مسبحتك في ايدك وانت قاعد قول استغفر الله استغفر الله استغفر الله وانت قاعد استغفر وانت بتتابع أخبار استغفر حتى لو كنت بتتابع مسلسل استغفر خلي كلمة استغفر الله موجودة على لسانك هاي واحد الأمر الثاني منظلش فاتحين أذان الإشاعات منظلش فاتح إذنك للإشاعة الإشاعة محبطة ولا تصدق أنه في ناس يعني لا يستغل مثل الظرف اللي إحنا فيه حتى ما يبث داخلنا إشاعة في عنا مصادر رسمية في عنا حكومة في عنا وزارة صحة في ناطق إعلامي للدولة يتكلم وفضل الله عز وجل الجماعة لحد اليوم وما جربنا عليهم كذبا فإن شاء الله إحنا أمورنا تستقى من معدنها ومن صدرها اليوم في عندك ناس مغرضة اليوم في عندك ناس قاعد بيجهز الانتخابات اليوم في عندك ناس قاعد يبث فيك يعني التثبيت في ناس هي صنعته في ناس هي وظيفته يعني هو بتقادرات ما بعرف من أي جهة مقابل يبث فيك الأخبار السيئة فإحنا عندنا استغفار لا تفتح ذنيك للشيء اللي فيه نوع من الإحباط نحن بفضل الله عز وجل لهذه اللحظة عنا بخير لكن حتى يستمر هذا الخير حتى حتى نتدارى من سوء ما يحصل في العالم قال لك إلزم في بيتك فإحنا نلزم في بيتنا وبتبدأ التأويلات والتفسيرات شو قصتهم وليش قعد في البيت وإيش قصتهم ومعناته في شاطة يا حبيبي قعد في بيتك خلصنا وانتهت القصة فإحنا الدعاء إلى الله رقم ثلاث الدعاء رقم واحد استغفار ما نتناقل إشاعات رقم ثلاث الدعاء وهذه سنة القنوط والقنوط أنا الآن لما صليت صلاة العصر قنتت قلت اللهم ارفع الوباء والبلاء عنا وعن عبادك ارفع الوباء والبلاء شو القنوط بآخر ركعة من أي فريضة آخر ركعة من أي فريضة لو بصلي الفجر لو بصلي الظهر بالركعة الرابعة سمع الله لمن حمده وبرفع يدي اللهم ارفع الوباء وارفع البلاء اللهم اشفي مرضانا اللهم اصلح احيانا هاي الدعاء يا رب فكها الكربة عننا هذا اسم دعاء القنوت وما اجمل انك تصلي في البيت جماعة مش انتم عطلين وقاعدين ما اجمل انك تقعد في البيت وتصلي جماعة يصلي الرجل امام وتقتدي فيه زوجته ويصلي معهم اولادهم ونعيش هالفترة اللي احنا اصلا مجبورين عليها في البيت لكن تتحول هذه الفترة الى فترة فيها فيها اتصال مع الله عز وجل يعني ما نظل احنا قاعدين بس في البيت وكأننا ننتظر شيء ما فيه شيء تنتظره انت قاعد تضيع عمرك بتضيع عمرك فقط بانتظار امر الله عز وجل حاصل والله لطيف بعبادة الله لطيف ذكر الله في القرآن الكريم الله لطيف بعبادة وان شاء الله رب سبحانه وتعالى نجينا جميعا لكن هذه النجاة تحتاج الى وسائل من وسائلها انك تقعد في البيت من وسائلها تستخدم الكمام وانك تستخدم المعقمات من وسائلها انك تغذي نفسك بشوية فيتامين سي وانك تحتني شوية بصحتك هاي وسائل ونسأل الله عز وجل ان يرفع هذا الوباء نسأل الله عز وجل يرفع هذا البلاء عننا جميعا وانا ذكرتلكم بارح الدول تستعرض قوتها بالصواريخ وبالدبابات وبالمدفعية وبالنووي تستعرض القوة وربك يستعرض قوته بما لا تراه العين المجرد حتى تقول له يا رب حتى تقول له يا رب حتى تعلم ان الله قادر سبحانه وتعالى هو ربنا سبحانه وتعالى لا سلط مراكين ولا سلط زلازل ولا سلط نيازك ولا عمل سبحانه وتعالى سلط فيروس فيروس لا يرى بالعين المجرد فيروس لا يرى بالعين المجرد وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ربنا ذكر في القرآن الكريم يا أيها الناس ضرب مثلا ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله هذول اللي انتوا شايفينهم عظام والدول العشرين العظمى والدول الصناعية والدول مش عارف مين والناتو كله 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 على بعضه إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وهي واحد واثنين وإن يسلبهم الذباب شيئا لو ذباني أخذت منهم شيء ذباني أخذت منهم شيء لا يستنقذوه منه لماذا يا رب ضعف الطالب والمطلوب فربك بيقول لك اطلع على قوت الذبان قديش الذباني قوية أنتم وما تملكون من جيوش في نظر الله عز وجل ضعفاءك ضعف الذبابة بالنسبة لك ضعف الطالب والمطلوب في القرآن الكريم مين القوي القوي الله عز وجل القوي الله وين الصين اللي غرقت العالم بالمنتجات وين أميركا اللي خوفت العالم بالأساطيل وين عابرت القارات وين روسيا أم الكيماء والنواء وين وكله وين أنت اليوم ملجأك هو الله عز وجل الملجأ هو الله تبارك وتعالى المنقذ هو الله تبارك وتعالى المنفذ هو الله تبارك وتعالى وربك بيقول لك ففروا إلى الله فأنت توجه إلى الله بالدعاء وبعدين أنت لما بتخالف مش بتقول يلا أنا بطلع من هون يا حبيب الموضوع كله يتعلق بصحتك وعافيتك وهذه أمانة بين من الله عز وجل بين أيدينا أمانة من الله تبارك وتعالى علينا جميعا أنك تحافظ على الصحة وتحافظ على الروح ما كتب الله لها البقاء وما تكون سبب في إزهاقها وما تكون سبب أنه والله أنا بتجاوز ويلا بدبر ومش عارف لا 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 مش هيك نسأل الله عز وجل يرفع الوباء والبلاء عنا جميعا نقوله اللهم أمين